السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين الكرام متابعين على قناة معلومة في ده النهاردة نتكلم لطلبة وطلبات صف السلسل الابتدائي عن مشروع السياحة مشروع السياحة عندنا البحث يتكلم عن تسخر البيئات المصرية مثل البيئة الصحراوية والبيئة الساحلية بالعديد من الأماكن السياحية والأسرية في ضوء دراستكم بعداد مشروع بحث يتضمن ما يلي اختيار أحد الأماكن السياحية والأسرية في إحدى البيئات المصرية ثم صف أهم ما يتميز به أرض مقترحاتك للحفاظ على هذا المكان إذا كان عدد السياحة التي ترد لهذا المكان سابت خلال ثلاث أسابيع متتالية احسب عدد السائحين اكتب الرسالة إلى صديق لك في إحدى الدول الأجنبية تدعوه لزيارة هذا المكان موضحا مميزاته بإحدى اللغات الأجنبية من يجي ندخل لكتاب المدرسة اللي هي عندك أنواع كتير جدا من البيئات وهما نوعين طبعا أن هما البيئة الصحراوية والبيئة الساحلي هذا كتاب المدرسة مادة الدراسات الاجتماعية الصف السادس اللي بدأ أرى الترم الثاني أو الفصل الدراسي الثاني عندك الكتاب صفحة طبعا هذه البيئة الصحرية لذいまio أ gebruكم البيئة الصحراية الأول هذا درس البيئة الصحراوية كما تر飾ون موجود في صفحة 2 هذا درس البيئة الساحلية موجود في صفحة كام الدرس الاولاني عندك موجود في صفحة 20 بالنسبة لعناصر الموضوع هنجي نشوف الموضوع صف السادس الابتدائي مشروع السياحة بيتكون مشروع السياحة من عنوان الموضوع اختر اي عنوان كويس يكون مناسب للموضوع وانا اعرض عليك بعض العنوين كده دلوقتي احنا بنتكلم عن الموضوع السياحة المفروض ممكن تقول انواع السياحة في مصر السياحة والبيئات المصرية السياحة وتنوع البيئات المصرية تنوع البيئات المصرية في مصر البيئة الصحراوية والبيئة الساحلية في مصر اي عنوان يكون مناسب للموضوع الموضوع اللي هو بيتكلم عن الاثار والاماكن السياحية والاثارية ممكن تقولوا الاماكن السياحية والاثارية في البيئة الصحراوية او الاماكن السياحية والاثارية في البيئة الساحلية او تنوع الاماكن السياحية في مصر كل دي عنوين كويسة جدا بالنسبة للرقم التعريف يجب أن تكون طالب واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس طلاب يكونوا مع بعض. أريد أن أحدد الكلمات كيفية؟ دلوقتي سأكتب أي كلام. أي شيء حتى بالإنجليش عادي جدا. ماشي كده؟ لو أنا وقفت على دول كده دلوقتي ماشي كده؟ هيحسبها لي كلمة واحدة لأنهم مترابطين زي ما أنت شايف. فيه شايفة الوردس أو وردسين هي واحدة على ستة عشر. دي كل الكلمات الموجودة. سأكتب أي شيء. سأكتب السياحة سأكتب عربي مهمة في مصر دول كم كلمة أربع كلمات. أريد أن أعرف عددهم لهم أكتر من كلمة. سأكتب عشر تسطر أو شيء. سأقف عليهم كده. يأتي لتحت النمه. أربع كلمات من تسعتاشر كلمة. اللي هو الكلمات الموجودة عندك كلها. كده نعرف كيف نكتب ونعد الكلمات. كتبنا العنوان وكتبنا رقم التعريف. بالمقدمة عايزة من 40 إلى 50 كلمة. من 40 إلى 50 كلمة. المقدمة سأكتبها منين؟ كتاب المدرسة. كتاب المدرسة في كل شيء. كتب إيه في أول موضوع. تسخر البيئات المصرية مثل البيئة الصحراوية والبيئة الساحلية. صح الكلام ده؟ أنت هتبدأ زي ما وبدأ بالظبط. تتميز مصر بالكثير من البيئات مثل البيئة الصحراوية والبيئة الساحلية. حيث تعتبر البيئة الساحلية هي المناطق التي يقل فيها المطر ويسودها الجفاف والفقر الشديد في النبات. مع نظرة الحيان وغالبا ما يغطي سطح الرمال والحصى والسخور. وتبلغ نسبة مساحة 96% تقريبا من جملة مساحة مصر. وتوجد بها سلاسة مناطق وهي السحراء الغربية والسحراء الشرقية وشبج جنوب شبج جزيرة سيناء. وأهم الخصائص الطبيعية للبيئة الصحراوية مثل الموقع. طبعا كل الكلام ده أنت هتكتب في الأول حيث تتميز مصر بإيه؟ ألف البيئة الصحراوية. وتكتب كل ده أنا قلت عليه ده. بعد قلت تتميز البيئة الصحراوية بالخصائص الطبيعية مثل الموقع. حيث يوجد السحراء الغربية تمتد من وادي النيل. والدل تشاركا حتى الحدود المصرية للليبية غربا وتمتد من سحل البحر المتوسط في الشمال. حتى حدودنا مع دولة جمهورية سودان في الجنوب. بعد كده تدخل يعني اختصر في الكلام علشان فيه كلام كتير ممكن تكتبوه. وهناك السحراء الشرقية التي تقع بين سحلية البحر الأحمر وخليج السويس. ممكن تقول كلمة في النص هنا كده تقول إيه؟ حيث سحل البحر الأحمر لذي يأتي إليه السياح من جميع دول العالم للمشاهدة الشعب المرجانية. والاستمتاع بالجو الجميل. حيث أن مدينة الغردقة ومدينة شرم الشيخ تقع على سحل البحر الأحمر. وتتميز هذان المدينتان بالجذب السياحي العالي. حيث أن هم مدينتان بهم الكثير من المدن السياحية. بهم الكثير من الأماكن السياحية والقرى السياحية التي يأتي إليها السياح من جميع دول العالم. كل الكلام ده جميل جدا. وشبه جزيرة سيناء. حيث تقع شبه جزيرة سيناء بين البحر المتوسط. الشمالاً والبحر الأحمر جنوبا. ويحُدها وخليج العقبة. والحدود المصرية الفلسطينية شرقا. وخليج السويس وقنات السويس غربا. مصر. مش كده? كلام ده كله مقبوله من كتاب مدرسة مقدرش يعترض عليه خالص. مشكلة خالص. وهناك مزار السطح في مزار السطح ممكن تقول ايه? ما تقولش مزار السطح وكلام ده كله. وتتميز السحراء الشرقية بسلاسل جبال البحر الاحمر من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي. وتتميز ايضا بالهضاب. اه منها هضبة الجلالة البحرية وهضبة الجلالة القبلية وهضبة المعازة وهضبة العباب ده ولا العباية ده مش عارب بالضبط قريبا. الات تقطع الاودية والجافة والكلام ده كله. ماشي? وتجي تدخل كده. ويتميز مناخ البيئة السحرية بسقوط الامطار التي تنزق تسقط فجائية وتتجمع في شاكلوسيولم مدمرة. لا مناش دعوا بالحتة بداع المدمرة دي. ما تقولش الحتة دي. ماشي? عايزين نقول الحاجات الكويسة. ممكن نقول الحاجات الكويسة. اه هناك الحيوانات البرية التي تتحمل الجفاف والبيئة القصية مثل الغزلان والجمال والارنب البرية والسعلب التي قد يستمتع السياح بمشاهدة هذه الاماكن الصحراوية. وهناك ايضا تجي تتكلم بقى على الموضوع اللي انت ممكن تتكلم عنه. اه مثل هناك من انواع الصحراء الغربية. هناك واحد الفرافرة واحد الدخلة واحد الخارجة واحد سيوة. وتجي تتكلم عن اه بالنسبة للصحراء الشرقية. ممكن تتكلم هنا دلوقتي الصحراء الغربية. ممكن تتكلم هنا عن ايه? عن الواحيات الدخلة وواحيات البحرية والواحيات الفرافرة والجولف الكبير وواحد الخارجة واحد ايه سيوة. ممكن تتكلم برضه بالنسبة لما يجي ندخل على البيئة. يعني كده احنا كلمنا على البيئة الصحراوية. على فكرة انا كتبت كلام كتير جدا بالنسبة للبيئة الصحراوية. انت مش مطلوب انك تكتب كل الكلام ده. ده المقدمة من اربعين لخمسين كلمة. تعرف يعني من اربعين لخمسين كلمة? يعني حوالي اربع سطور. انا كده كلام كتير جدا ممكن تستخدمه بقى في عناصر الموضوع نفسه. تمام. انا بس بوضح لك انك ممكن تجيب من كتاب. وهدجي تدخل على البيئة الساحلية. دلوقتي عندك في البيئة الساحلية تقول البيئة الساحلية هي شريط سهلي قد يتسع او يضيق تبع الاقتراب الجبال او الاضاب من البحر ويتأثر مناخها واعمال او عادات سكانها بالبحر. تيجي تتكلم على الحاجات المهمة فيها زي السورة دي كده مثلا تقول البيئة الساحلية في مصر تنقسم الى تكون على شاطئ البحر المتوسط تكون على شاطئ البحر الاحمر ويمتد شاطئ البحر متوسط من شرق مدينة رفح في الاقصى الشرق حتى غرب مدينة السلوم غربا وينقسم الى الساحل الشمال شبك زيرة سيناء وشحق يعني ملاش الحتد اللي هي الجغرافية او دي. ممكن تقول له تقع على ساحل البحر المتوسط مدينة الاسكندرية ومدينة مرسى متروح. الازين يتميزان بالمناخ المعتدل والمناخ المناسب الذي يأتي اليه السياح. يعني ممكن تتكلم عن الموضوع ده تمام? ممكن تتكلم هنا وبالنسبة للبحر الاحمر هناك الشعب المرجاني يأتي اليه السياح يأتي اليه السياح ومدينة الغردقة ومدينة شرم الشيخ الذي تتميزان بالمناخ الجيد والمناسب والطاقس الجيد طوال العام. ندخل بقى على عناصر الموضوع بعد ما خلصنا المقدمة مقدمة الطويلة او انت ممكن اعرفتك بس تجيب منين انا ما قلتلكش تكتبيا انا قلتلك تجيب منين الكلام. ماشي؟ عناصر الموضوع اول من ربعمائة لخمسمائة كلمة يعني حوالي تقدر تقول من اربعين لخمسين سطر حلوين جدا يعني فيش مشكلة خالص اول سؤال اختار احد الاماكن السياحية او الاسرية في احدى البيئات المصرية ثم اصيف اهم ما يميز به بالنسبة الاماكن السياحية بالنسبة الاماكن السياحية في البيئة الساحلية عندك الاماكن دي مرسا مرسا علم يعد من اجمل شاطئ في مرسا نايزك في مرسا علم راس بناس في مرسا علم مدينة الغارقة الغارقة في سالة حشيش المحمية في الغارقة خليج شرم النجا بالكرم من سفاجة وادي قلان في مرسا علم الموضيق البحري في طابق شاطئ عجيبة في مرسا مترق كل دول اماكن ساحلية ينفع تكتب عنهم لانه قالك ايه في الموضوع قالك في الموضوع خلنا نشوفه قالك ايه اه كن باعداد مشروع بحث يتضمن احد الاماكن السياحية او الاسرية السياحية من دول اللي هو في بيئة الصحرية او البيئة الساحلية ماش كده واتكلم عنه اللي انت ايه هتتكلم عنه بقى اللي بيميزه الكويس فيه كل حاجة عنه هقولك تتكلم عنه ازاي الموم انتك تختار واحد من دول او انك تيجي هنا كده هتيجي بالنسبة لاماكن بيئة الصحرية عندك هنا السحراء الغربية فيها هي 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 اللي تمثل بيئة الصحرية عندك يوجد تقلucker الوحيات البحرية واحد الداخلة واحد الفرفرة الجلف الكبير واحد الخارجة واحد سيوى ممكن تكتب عن واحد سيوى كويس جدا بالنسبة البرحر المتوسط ممكن تكتب عن مدينه الاسكندرية ما هذه تعتبر مكان سياحي ساحلي او ساحة معراكة العلمين او مرصا مطروح او الساحل الشمالي بحر الاحمر يمكن تكتب عن كل لدول ممكن تتكلم عن الأماكن ساحية زي اخوة جمال عبو سنبل المهم دلوقتي انت اخترت واحد من دول. وليفرض اخترت واحد سيو. مثلا. تمام? اعمل ايه? تنجح على جوجل. تمام? وتكتب بس واحد سيو. خلاص? وكل بساطة وسهول او. واحد سيو. تدخل على اوكيبيديا. ماشي. او بيقولك اكتبك على حاجات اللي بتميزها صح? اختيار احد لما كان الساحة الاسرية في احدى البيئات ثم صيف اهم ما يميزها. هتقول له. واحد سيو. هي مدينة او واحة مصرية في السحراء الغربية طبعت حوالي 300 كم. مش لازم تقولك كلام بالنص يعني. ما تاخدش كوي بست ما تباشش يعني. مش عايز اغلط فيك يعني. واحد سيو هي مدينة او واحة مصرية في السحراء الغربية. حلو الكلام ده. حلو الكلام. اه ينتشر في ارجاءها الابار والعيون اللي تستخدم لاغراض الرأي والشرب وتعبئة المية الطبيعية والعلاج. وبها اربع بحيارات كبرى. واكتشف بها عدة اماكن اثارية مثل معبد امون الذي يشهد زه الاعتدال الربيعي. ويجذب اليه السياح من جميع الحياة العالم. مش مكتوبة صح. بس انا لازم تقولها يعني. مرتان كل عام. ومقابر جبل الموتى واعلنت بها محمية طبيعية تبلغ مساحتها. بلاش الحتة دي مش حلو. على انك هتمتحن في البحث شافوي. هتعد تحفظ الارقام. وتضم بعدة انواع لاشكال الحياء الحيوانية والنباتية. ويقتن الواحة ما يقرب من. ويقتن الواحة العديد من السكان. وخلاص. ويعمل اغلبهم بالزراعة او السياحة. ويسود المناخ الكاري السحرا الواحة. فهي شديد الحرارة صيفا. اما شطاقها فدافئ نهارا. شديد البرودة. وهذا الجو مناسب جدا لجذب السياح اليها من جميع انحاء العالم. تشتير سوى بالسياحة العلاجية. هذه اهم حتة بقى. ليلح السياحة دي. السياحة العلاجية حيث يتوفر برمالها العناصر التبعية الصلاحة الاغراض الطب البديل. تعتبر رحلات السفارة باستخدام سيارات الدفع الرباعي من الرحلات المحببة لزائر الواحة من السياح. كل الكلام ده حلوة جدا جدا جدا. فيش ا احسن لك احسن لديك في الحتة دي. ده ابا قوم من الليبيين يعرفون بأهل التمحهم ان بردو من السياحة دي مش حلوة. ممكن نتكلم عايزين نتكلم عن السياحة فيها. خلاص يا سيدي. جبت شوية كلمتين حلوين. أخرج ثاني. جبت من هنا شوية كلمتين حلوين. اقام صح. ممكن تقول هنا. واحد سيوى او ممكن تقول السياحة في واحد سيوى. حلوى كلام? او اهم المناطق السياحية في سيوى. السياحة. في واحد سيوة. تمام? ممكن اهه السياحة في واحد سيوة اهو ابرز الاماكن في سيوة. ماشي. معبد وحي امون. فتناص ومشاهدة الغروب. عيون كليوباترا. تيجي تاخذ عيون كليوباترا دي بتتكلم عنها شوي. تشوف عيون كليوباترا دي هل في كلام عنها? لا. خدها ككلمة اهو كوبي. ماشي. ماشي. حطها هنا بيست كده. اه كنترول في ودي انتر. يجيب لك معلومات عن عيون كليوباترا. ماشي كده? لا ده جاب عيون كليوباترا فعلا. ما جابش عيون كليوباترا نفسها. تمام? هتكتب عيون كليوباترا في سيوة. اه في سيوة ماشي. ساعدت هيجيب الموضوع عنها بقى. اهو عيون كليوباترا جريد ابل هول. هتلاقي كاتب كلام برضو زي الفل عنها يعني. ماشي. ماشي? اه. تقول بقى تقول ايه? وتشتهر واحد سيوة بعين كليوباترا. من اهم الاماكن السحيف واحد سيوة تقول له عين كليوباترا. وهي اه عين كليوباترا. دلوقتي اتكلمة كان واحد سيوة واحد في الصحراء الغربية. اطقع مش عارفك. لا انا عايز الحتة بتاعة عين كليوباترا. اهي. هنا اهي. بص اهي. وتعتبر عين كليوباترا هي المصدر رئيسي للمياه الاكثر من 840. مانناش دعو الحتة دي. اه المصدر رئيسي للمياه. ماشي كده? اه لكل الواحة التي تتميز بالحضائق والبساتين. وتحيد بها اشجار النخيل من كل جانب وتقع بالقرب من معبد امون. وتحيد بالعين الاشجار النخيل من كل جانب وتقع بالقرب من معبد امون. وقاعد تتويج الاسكندر وجبل الدكرور. وهي عبارة عن مسبح مستدير اه مسيج بصور يعني ايه? بصور المحافظة على العين من الرد بفعل عوامل البيئة. وميهاها زي التضفق قوي ونقاء وصفاء والغريب في الامر انها دافئة شتاء وبريدة صيفا. وهذا ما يجذب اليها السياح من جميع الحال العالم حتى يروا هذه المعجزة في عين كوليبطرة. حتى في وقت ارتفاع درجة حرارة التاكس وهو مصنوع من الحجر ويتم ملقا من مياه اللي يبيع الساخنة الطبيعية ويصل السياح الى داخله عن طريق مجموعة من الصخور. ودخل الحمام المياه من جميع النواحي وليس اه ادل يعني ايه? جيب من كل جانب. ما تخليش حاجة توقفك من الاخر يعني. كلام اللي انا قلت ده كله على فكرة. يعمل لك اه حوالي ايه? اتنشر سطر مثلا ولا حاجة? تقريبا. المهم دلوقتي انت عطلت مثلا. مش لازم تتكلم عن مكان واحد يا اخي. تكلم عن مكانين. تروح تجيب تاني. تجي هنا. تاخد المرة دي حاجة من على السهل حشيش مثلا. حلوة سهل حشيش. ما نشوف ايه سهل حشيش دي. نكتب سهل حشيش. سهل حشيش. ماشي كده? تقول له بقى ايه? خلصت كده كل اتكلم اللي انا جبته ده. تمام? هتقول له سهل حشيش. وهناك ايضا من الاماكن السياحية الساحلية التي يأتي اله السياح من جميع الحياة العالم سهل حشيش. وهي منطقة السياحية تقع على بعد خمسة وعشرين كيلو متر من جنوب مدينة الغردق على شريط الساحلية البحر الاحمر. وتعد من احدث ملناش ده ومشاريع والكلام ده كله. ماشي? وهذا المكان مركز للمدينة ومكان تجمع اه ويضم هذا المكان مركز للمدينة ومكان تجمع رئيسي وهو مجمع سينيمائي اللي قيام بعملية الترفيه الكلية. طيب. الاهمية السياحية. طيب ممكن نقول. وهناك في هذا المكان مجموعة من الاماكن السياحية التي تسمى بسياحة الاسرياء. امام ملاعب الجولف ستكرر ان يكون هناك ملعباء للجولف اضافة للمدينة فرعونية تحت الماء. تعتبر الاولى من نوعها لهوات سياحة الغطس ومرينا لسياحة اليخوت وتعتبر اغلى انواع السياحة في العالم. قد بدأت بالفعل خمس فناظق في العمل بطاقة فندقية مجدراء الف غرفة. وهيضم حتى الان سيتة منتجات سياحية. وهيأتي اليه السياح من جميع الحياة العالم. وامل فناظق في سهل حشيش ومنتجها هواي. سهل حشيش ومنتجها اوبروي. ومنتجها سيتادال. مش هستكتب حاجات دي. ما تكتبش. اكتب حاجات تانية. عندك بقى ايه زي موريتك في المكان ده. على فكرة المهم كتبنا اول مطلوب. كتبنا اللي بتتميز بيه. كل انا بقوله ده ما يتميز بيه. وعلى فكرة واحد سيوة ممكن تجيبها عنها برضه من الصف السلس اللي ابتدائي كان فيه حاجات برضه عنها. ممكن تكتب الاسر الفرعانية في واحد سيوة. الاماكن السياحية في سهل حشيش. كل الكلام ده مطلوب كويس جدا. عرض مقترحك للحفاظ على هذا المكان. انت ممكن تكتب كيفية الحفاظ على السياحة. ماش كده? كيفية الحفاظ على السياحة? او مقترحات الحفاظ على الاماكن السياحية. ماش كده? تجيب حاجة زي كده مقترحات الحفاظ على الاماكن السياحية. يجي لك تعريف القثار. القثار. كيفية تشجيع السياحة. ماش كده? دلوقتي او بيسألك عن ايه? عرض مقترحات الحفاظ على المكان. هي كلمة مقترحات الحفاظ على المكان هي دور المواطن. هي هيه. فيش اختلاف. يبقى تقول دلوقتي. للحفاظ على هذا المكان يجي من التعامل البروكي مع الزائرين والسياح وإشعارهم بأنهم مرحب بهم فئة الدولة وهذا من خلال حسن المعاملة وتقديم المساعدة اذا تطلب الامر. مش انت بتحافظ على المكان دلوقتي. بتحافظ على السياح اللي بيجوا ليه. علشان انت بتحافظ على المكان ليه اصلا. شون السياح يفضل لي يجوا. تمام كده? تجنب باستخ دائم طرق التحايل والغش. لا بلاش الحتة دي. اه مساعدة الدولة على نظافة اماكن التنزه والشوارع ما يعطي انطباعا جيدا للزائر او السائح ويزيد ذلك من تقييمات السائحين. خلاص? اه البدء في تجميل البيئة المحيطة بالمنزل فازا بدأت صور الجمال من عند كل مواطنة او البدء في تجميل البيئة المحيطة بالأثر الفرعوني. البدء في تجميل البيئة المحيطة بواحد سيوة. البدء في تجميل البيئة المحيطة بسهل حشيش. كل ده جميل جدا. ممكن تقول مساعدة السائحين دائما عند سؤالهم عن اي شيء ان يريدونه. يريدونه. بالنسبة لدور الدولة تيسير الاجراءات الخاصة ودخول السياحي للمزارات. كل الكلام ده دور الدولة. الاهتمام بالتوظيف في القطاع السياحي وتسيل الاجراءات العمل به. مراعاة عوامل الامن والامان للسائح. دي اهم نقطة ممكن تكتبها على فكرة. مراعاة عوامل الامن والامان للسائح. وهذا بدبط الشوارع والطرق بشكل عام في الدولة من حوادث الساركة والتهجم والاعتداء. توفير اماكن الجلوس بشكل مجاني في الاماكن السياحية. مع توفير اماكن القاء النفايات. اصلا انت مش هتعمل انت حاجة. الدولة اللي بتعمل. انت بتقول مقترحات والدولة تعملها. هي دي المقترحات. مش اكتر من كده. تمام كده? الحرس على عدم تعرض الاسر للتلف او لو فقد القطع منه فيتعرب بذلك للتشوية. خلاص كده. المحافظة على الاسر في تطويره والعنابه. يعني ممكن تقول ان المحافظة على عين كوليوباترا. من التلف هتتلف ازاي عين كوليوباترا. الحافظة على الاسر عين كولي من الاتساخ. ممكن نقول من الاتساخ او من التلوث. كل الكلام ده كويس. مش كده او من الحق الضرر بها. ماشي. دي مقترحات. كده احنا جبنا مقترحات للحفاظ على هذا المكان. اذا كان عدد السياحة التي يترد لهذا المكان ثابت خلال ثلاث اسابيع متطالية. احسب عدد السائحية. ببساطة شي ده او يركز معي كده. دلوقتي يقولك عدد السائحية السياحة التي يترد لهذا المكان ثابت. نفرض ان عدد السياحة الذين يأتونا الى واحد سيوة. يوميا او كل يوم يعني الفين سائح. هلو الكلام الفين سائح? لهذا المكان ثابت خلال ثلاث اسابيع متطالية. احسب عدد السائحين. وتقوله دلوقتي. يبقى انت عندك في اليوم الفين سائح. او كتير الفين بصراحة واحد سيوة ما يروحهاش الفين. الف سائح. يبقى الف سائح. آآ يبقى نفرض ان عدد السياحة الذين يأتونا يوميا الى واحد سيوة. يساوي الف سائح. يبقى كده عدد السياح خلال اسبوع يساوي الف في سبعة بسبعة سبعة تلاف سائح. ما هو بيقول لك متتالية وقد بعض. ثابت. يبعد الادة السيح لذين يقتون الى واحد سي وخلال سلاسة اسابيع بثلاثة في سبعة اللي هي سبعة تلاف بتوعس الاسبوع كامل بيساوا واحد وعشرين الف سائح خلال سلاسة اسابيع. هل هو الكلام? طيب ما مش لازم تكتبها الف يعني مش قرآن هو يعني نوع كده ما تاخدش نفس كلامي. اصلي ممكن واحد ياخد نفس كلام ويكتبه عنده. فانت تعمل زيه في البحثين زي بعض وتروح في داهيا يعني. وانا كده بودتك في داهيا يا ربنا يسطر يعني. انت تعمل ايه? ببساطة شي ده اوي. انت تخلي الالف دي. تسعمية. خلي الالف تمنمية. واحد يعملها تمنمية وخمسين. واحد يعملها خمسمية. واحد شايف انه سيحن بيروحوش اصلا. يبا متين. كل واحد حر يا جماعة. دي اراء. اراء. السؤال الرابع. وده خاص بالانجليش. وانا احاول اقول لك مقطع الكلام بالعربي وانت تترجمه بالانجليش براحتك بقى. اكتب رسالة الى صديق لك في احدى الدول الاجنبية تدعوه لزيارة هذا المكان موضحا مميزاته باحدى اللغات الاجنبية. لو انت زي حالاتي كده ما لكش في الانجليزي اوي. هتدخل هنا على جوجل ترانزليت. مش كده? اه دي جوجل. في اين جوجل ترانزليت? اي ترانزليت اي. هلو الكلام? ده لان احنا هنكتب الخطاب باللغة العربية وهنترجمه باللغة الانجليزية. انا ممكن اكتب بالانجليز على الفكرة. فيش مشكلة خالص على الفكرة. بس انا ما بحبش اكتب انجليزي كتير. ما بحبهوش. ده ممتقل على القلبي. هنكتب باللغة العربية. ماش كده? نكتب باللغة العربية. نكتب مثلا. عزيزي. ليه دير. ماشي? تكتب خطاب يا جماعة ايه فيه? ما انت بتدعوه. وتدعوه ده تدعيه في دعوة يعني ايه? يعني خطاب. ماش كده? كانت بتكتب له رسالة. خطاب. ما هي الرسالة هي خطاب. عزيزي مسلا جاك. اي حاجة? تعرف واحد اجناب اسمه جاك يا اخي. عزيز جاك. ادعوك. ممكن تقول للمقدمة اللي هي بيكتبها دايما في الاول دي بتاعت الرسالة اسمها ايه? انا انا سعيد جدا. لانني اكتب اليك هذا الخطاب. خلاص? انا اتمنى ان تكون بخير. اتمنى ان تكون بخير. كل ما اتكتر بالانجليش كل ما كان زي الفل. مش كده? هو عايز من 15-30 كلمة. اعتقد ولا عايز كامل? خلا نشوف كده هو عايز قديه. عشان الرسالة ما اتطولش مننا. اتكر بس او كان عايز ايه? ايه? اين? اه من 15-30 كلمة. خلاص يا عام ما تكتبش كتير على حاجة. اصلا هتقول له ايه? احدى الدولة الاجنبية هتدعو له زيارة هذا المكان موضحا مميزاته باحدى اللغات الاجنبية. عند لغة انت هتقول له عن واحد سيوة صح? هتقول له عن واحد سيوة. انا ادعوك لزيارة واحد سيوة. هو هكتبها اويسس تقريبا. سيوة اويسس. اعجبك سيوة اويسس. ماش كده? اللي هي واحد سيوة. التي تتميز بالمناخ الجيد. وتتميز بالكثير من الاماكن السياحية. مثل عين كليوباترا. ماش كده? مثل عين كليوباترا. هو كاتب ادلوقتي. which is characterized by good climate. طبعا ممكن climate دي مش حلوة. مش عقبك صح? good weather. عشان انت ليس صغير بقى متعرفش climate. ماش كده? تعدلها انت تخلىها وزر. ماشي? and ممكن تقول كاركتريزة ايه? متقولش كاركتريزة دي تتميزوا الكلام ده. which have which have? which have? لا هي مفرد. which has? which has? good climate. good wizard. and many tourists. many tourist places. many tourist places. many tourist places. many tourist places. على عيدنا الاماكن الساحية. such as? or like. ممكن تقول like كلمتين دول اساسا ان يقول لك اكتر من 15 كلمة المتأكد. بس ممكن تزاود منها عندك. تقول بقى الاماكن الساحية اللي انت لقيتها. اللي انت لقيتها في واحد سوى وتزاود الكلام من عندك. تمام كده? بس كده المشروع خلص اعتقد يعني. استنى كده ما نشوف. اه كده خلصنا. كده انا جابت لك الانجليش والرياضة والاتنين دول تبع الدراسات. مش كده? اه ايه بقى قلنا عنوان الموضوع الرقم التعريفي المقدمة عناصر الموضوع. لو عدته ما تلاقيه ما اكتر من ربعمائة لخمسمائة كلمة على الفكر. لو انت التزمت زي ما قلت لك. لقيت مثلا واحد سيوى وسأل حشيش من افعوش زاود كمان واحدة. شوف تاني من هنا اهو. فين اهو. زاود واحدة كمان من عندك يا فين. واحدة الفرافرة واحدة الخارجة. اتكلم عن مارسة مطروح يا اخي. اي حاجة. مش كده زي ما قلت لك. خش على ووكي بيديا. اكتب اسم الحاجة. وهتلاقيه على طول. فيش مشكلة خلص. طيب بالنسبة لايه بقى دلوقتي? النتائج. النتائج ديها اللي انت بتتكلم. تقول له مثلا الحاجات اللي انت لقيتها يعني ايه? خلاصة الموضوع. دي كلمة نتائج. تتكلم تقول له ايه بالاسهار الفراعونية مثلها. بالاماكن السياحية مثل عين كلوبترة. اه ايه ايه تاني ممكن تقول له. اتكلمت عن سهل حشيش. يا تميز سهل حشيش بالاماكن السياحية والفنادق الكثيرة. ايه التجزي ولاية السياح من جميعنا والعالم. كل ده كلام زي الفل. ما تلتزمش باللي بقوله بقولك. انت تجيب من عندك. انت شوف الموضوع انت اتكلمت عنه ايه? واختصر منه. خد منه. دي النتائج. بالنسبة يا سيدي للمصادر ودي حاجة بسيطة جدا. انت الوقت انا جبت من كتاب مدرسة. بالنسبة البيئة الساحلية. مش فكرة كتصفحة كان. بس انا قلت في اول فيديو يعني. اه تقريبا كتصفحة اثنين. يعني اتقول له كتاب المدرسة. صفحة اثنين الترمي الثاني او الفصل الدراسي الثاني الدراسات الاجتماعية. صفحة اثنين وصفحة عشرين. ليه البيئة الصحراوية. ده اللي انت جبت منه. طيب جبت من على النت منين. موقع بيكيبيديا مصر. على طول. من غير بطول اي حاجة اصلا. موقع وكيبيديا مصر. التلاتة. اه موقع المذاكرة الرقمية. دور نهضة مصر للنشر. كل الناس بتكتب الكلمتين دول. اه الحاجة الرابعة يا سيدي هتكتب له مثلا موقع جوجل صور عشان اتنا مقلناش نجيب الصور ازاي صحيح. دلوقتي انا على جوجل اهو او هنا اهو. مسلا انا عايز عين كلوباترة دي صور. عين كلوباترة صور. اخرج من موضوع ده. ادي عين كلوباترة في سي واهي. عايز ايه صور انا. ماشي. خلي بالك انا هسيب لك الحاجات المهمة بس في الوصف. انت شفتنا بعمل اي اعمل زي وخلاص. ماني مش هسيب لك كل اماكن انا مش اقلت. ادي عين كلوباترة. تاخد العين كلوباترة دي. تحطها في الصور. دي سيف ايميج اس. تاخدها. تحفزها عندك. تحفز سيف ايميج اس دي حفز الصورة. بس هو لسه بيحمل. تمام؟ هيحفز الصورة. اقول احفزها في هنا على الديس كتوب مثلا. وادخل على المكان اللي انا اكتب في البحث. اهو. اجيب فقط مكان الصورة كده. واقول له انسيرت. شايف انسيرت دي كده. انسيرت. بيكتشر. انسيرت ايه؟ بيكتشر. بعد كده اختار الصورة. بس هو برطة واتقيل شوية. انا اسف. ماشي. اختار الصورة. في هنا الصورة اللي اختارها. فين عين؟ اي صورة بقى يعني. انا نزلت الصورة بس فيش فكرة حتى انت فين؟ يا راحت فين؟ يا راحت فين؟ يا راحت فين؟ يا راحت العين يا جماعة مش شايفة والله بجد. لا 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 الله. اه. تيجي الصورة. دلوقات شكلها مش مش زريف. تيجي تقف الحتة دي بس. اقف على الصورة. اه هنا كده. انا عايز الكلام اللي مكتوب. خلاص. مش لنشر كلا. اه بس. تعمل دي كده. عشان تكبر الصورة شوية. تعمل دي كده شوية. تكبر الصورة. بس. نفس الكلام في الصورة التانية. كده احنا خلصنا. اعتقد. انا معكم محمد نور الدين. كانت معلومة مفيدة. واسب الفيديو طاول قوي. ولكن انا بحب ادي الشغلة حقوى يعني. نراكم فيديو اخر. لو عجبك الفيديو. اشترك في القناة وفعل زر جرزة عملك الفيديو. وهنا راكم فيديو اخر بازن الله تعالى. ما تنساش. تنساش اشترك في الفيديو. وتضلوا مني في تعليقات اعملك بقية الفيديوهات او بقية الابحاث. لو انت عاوزها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنطيبين يا جماعة. وربنا وفاكم بازن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.